بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أول ما نيجي نتكلم عن جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيظل مهم جدا جدا وإحنا بنتناول أي كلام عن حديث رسول الله عليه وسلم وبنحاول نذوق من شهد أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نركز في حاجة مهمة جدا أن أهم شعور بيحصل للإنسان أو أهم معنى بيحصل للإنسان هو بتناول حديث رسول الله عليه وسلم أن البوابة الكبيرة عشان نفهم أنوار الرحمن التي نزلت على أكمل إنسان أن ندخل من بوابة الاتزان وذلك النهاردة الحديث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة والحديث اللي مهم نتكلم عنه النهاردة حديث من أهم الأحاديث التي تدعونا إلى الاتزان في كثير من الناس لما ما بيفهموش هذا الحديث وما بيعشوش وما بيعرفوش قد إيه حضرة النبي جاء وفتح أبواب الرحمة هنا بيدخلوا على أبواب الاتراب النفسي حديث النهاردة بعد ما نقرأه أقول لكم احنا اخترناه عنوان اسمه إيه الحديث هو حديث رسول الله سلم الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به الحديث أخرجه للإمام مسلم وهذا الحديث أنا بحب أحط له ترجمة كده إيه ترجمة الحديث دا؟ والترجمة دي بتبين لنا الدور النفسي والاجتماعي والثقافي لهذا الحديث في حياتنا هذا الحديث في الحقيقة هو ركيزة أساسية في اتزان الإنسان اللي هو إيه اللي هو إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا باب كبير من أبواب الرحمة وانظر إلى كلام حضرة النبي وبيقول إن الله عز وجل تجاوز لي يعني وكأن هذا التجاوز هذه المسامحة هذا التغاضي هذا البركة هذا العطاء كل ده تقدر تشم رائحة المسك فيه من كلمة أمتي فياء المتكلم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من الهبات اللي ربنا أعطاها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ أصل الأمة دي هتصبح أمة للعالمين الأمة دي هتحمل معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلازم يبقى عندها سمود نفسي عظيم ولذلك أنا بسمي هذا الحديث حديث السمود النفسي والصمود الثقافي والصمود الاجتماعي ليه بسمي الحديث بهذا الاسم؟ لأن معنى أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لنا عما حدثت به أنفسنا اللي احنا بنحدث به أنفسنا ده معنى كده أن الواحد مش هيتهز أن الواحد مش هيتلاعب به أن الواحد هيبقى عنده سمود عنده سبات أنا بسميه سبات نوراني وكأنه لما تجيلك الوساوس دي ولما تجيلك الأشياء دي أنت تلاحظ أن أنت فيه طريقة مهمة لابد أن أنت تتعامل معاه وكأن أنت عيبقى عندك عينين وعندك أذنين عينين شايفين إيه؟ مدد مولانا سبحانه وتعالى اللي وصل لك عن طريق الرحمة المهدى آه وزيك أنا هنا بفهم جزء من الحديث رسول الله سلم إنما أنا رحمة مهدى والله يا هذه رحمة هذا رسول الله الرحمة ربنا أهدانا من لجل حضرة النبي هذه الهدية إنه تجاوز لنا عما حدثت به أنفسنا هنا العلماء قعدوا لما نظروا الحديث اتكلموا عن مراتب القصد وزي الصمود النفسي ما يتأثرش بأشياء بعيدة عن الإرادة إرادتنا تكون قوية وعشان كده مراتب القصد عندنا العلماء حددوها وكأنه سلم فقالوا مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث نفسي فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير اللي هو سوى الأخير اللي هو إيه؟ العزم سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع يبقى عندنا خمس مراتب للقصد والإرادة الهاجس وللحاجة تيجي كده وتمشي فخاطر لا توقف فحديث النفس لا ناخد وندي بقى يليه إيه؟ هم ده أنا بفكر أنه نعمل لا ده أنا خلاص أعمل بقى العزم ده بقى اللي احنا بنقول فيه إنما الأعمال وبالنيات فشوف الأربع مراتب للإرادة والعمل الباطن كلها دي رفعت بيقولك كلها رفعت كلها رفعت فين؟ وكأنه وكأنه صاحب البيتين دولا صاحب الأبيات بيذكرك بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها الليه إيه بقى؟ الهاجس والخاطر حديث النفس الهم كل دولة إيه ده؟ معقولة كل ده؟ ولذلك كتير من الناس لما هم ما يفهموش هذا الحديث يحصل لهم خلل فيما يتعلق بماذا؟ خلل فيما يتعلق بالسمود النفسي فيهتزوا لما يجي لهم هاجس يعني يمر كده سريعا أو خاطر يوقف ويمشي ألا حديث النفس عن كرره هيتكرر ويشغل هم ده كده أنا ممكن أفكر أعمل ولا ما أعملش؟ لأ عزمي بقى أنا عامل وخلاص هو دوت بقى إيه؟ اللي بيتحاسب عنه الإنسان المقصود إيه؟ المقصود أوعى تستسلم للنفس الأمارة بالسوق بل الحديث بيقولك لا تستسلم للنفس الأمارة بالسوق ليه؟ لأن ربنا خلق النفس الأمارة بالسوق عشان تزكى مش عشان تتبع آه طب إزاي بقى؟ دايما الإنسان مش عارف يتعامل مع نفسه إزاي؟ فهو لازم يعرف إن نفس الأمارة بالسوق إيه اللي حاصل؟ هي ربنا ما خلهاش فيه عشان يسير خلفها إيه ما ربنا خلق إيه عشان نمشي وراه؟ القيم اللي محلها القلب إن القيم اللي بتخليك ليه قيمة اللي محلها فين؟ ألا إن في الجسد لمضغة لو صلحة صلحة الجسد كله وأنا أرجو إن إحنا نشوف الحلقة اللي إحنا تكلمنا فيه عن هذا الحديث طب إيه إيه اللي خل القلب إذا صلحة صلحة الجسد كله لأنه محل نظر الله يعني إيه صلحة؟ يعني كان جاهز أن يتلقى مدد الله وأنوار الله سبحانه وتعالى لكن نفس الأمارة بالسوق ونفس إنه ما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها يبقى خاب الذي يسير خلفها ويفلح الذي يزكيها يزكيها بإيه؟ بالقيم بأنوار المدد اللي الرباني اللي بيكون في القلب طب دعمل إيه بقى عشان ما يحصل لناش هذا طب في مقابل ده الإنسان لما يسمع حديث رسول الله سلم يحصل له صمود نفسي ويحصل له صلابة نفسية صلابة نفسية يعني إيه؟ يتمسك بحبل الله المتين بأنوار الله التي في القلب فيكون صامت أمام ماذا؟ أمام هجمات النفس الأمارة بالسوق اللي منها إيه؟ اللي منها الهاجس ومنها الخاطر ومنها حديث النفس اللي بيعمل الورسواس عند الناس ومنها لإيه؟ الهم يفضل يقذف ويرمي سهام وتفضل النفس الأمارة بالسوق ترمي سهامها على القلب وترمي سهامها على ذات الإنسان لغاية ما تصيبه ولزيك إيه اللي حاصل؟ القلب لو أشري بهذا ومشي ورا النفس وما أبرق نفسي إن النفس الأمارة بالسوق آه يبقى إحنا نعمل إيه بقى؟ عشان نكون عاملين بهذا الحديث عندنا أربع إجراءات مهمة لازم نعملها وفي منظومة كده تخلينا دايما عندنا الحفاظ على هذا الأمر أول شيء إن دايما وإنت بتبص في الحديث الباطنة اللي عندك في الداخل انظر إلى قد إيه؟ هذه الحديث قد إيه هذا الحديث اللي في النفس؟ يخليك أكثر حبا للحياة يبقى أقول حاجة أكثر إقبالا على الله وأكثر بشرا بالمستقبل تالت حاجة أكثر عافية وأكثر همة رابع حاجة إن أنت تكون أكثر قربا من الله الأربع حاجات دولة لو موجودين في أي حديث سيحصل في نفسك أعرف إن الحديث ده من القلب ومن القيم وأعرف إن أنت مرست السمود النفسي وحصنت قلبك وحصنت ذاتك وعشان كده أنت كده نلت وفست بما يتجاوز عنه الله سبحانه وتعالى الحديث أه بيتكلم على إن الله تجاوز عن الإثم وإن الحياة دي مش هيكون فيها إثم بس الحديث كمان بيعلمنا شيء مهم جدا إزاي نقدر نوزن باطنة وإزاي لا نصاب بهشاشة الباطن ولكن يكون الباطن مليء بسمود الأنوار أمام الأغيار يا رب جعلنا دائما نتمسك بأنوارك ونتمسك بالأسرار التي تضع دائما في حياتنا وفي طريقنا في الإقبال عليك يا رب العالم فاصلوا ونستقبل ضيوفنا اللي هيشركون العيش بهذا الحديث في جوانب مهمة في حياتنا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا ضيوف أعز علي يعني يعني دولة ضيوف من درجة عزيز عزيز على النفس ليه طيب؟ لأنهم من الناس اللي هم فيهم مركبات متعددة الأبعاد بتخليني وانا بتكلم عن هذا الحديث الذي يتكلم عن الصمود النفسي يخلينا لازم يكونوا هم ضيوفي الأستاذة خديجة أبو النصر خبيرة بمكتب المفاوضية السامية للأمم المتحدة من شؤون اللاجئين إزاي حضرتك؟ الحمد لله السلام الله يسلم حضرتك إحنا يعني إيه لتقطنا في فترة الترانزيت إننا نعمل معاك الحلقة دي وخاصة أنت بتتعامل مع ناس في منطقة فيها كتير من عدم الصمود النفسي لما الناس بتتعرض لفكرة اللجوء أهلا وسعين بحضرتك وإحنا سعداء جدا جدا شرف ليه مولادك حبيبي والسيد أحمد الرفحي اللي هو في الحقيقة يعني أمتعنا في دور لطيف جدا جدا هو ممثل وأنا بقى تبره ممثل قدير أدى دور في غاية رعا في مسأل سال الاختيار وهو في الحقيقة دور كان مليء بالكلام عن هذا الحديث اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو حديث بيتكلم عن إزاي الناس ممكن تستثمر بعد الناس عن فكرة أن ربنا متجاوز عنهم إلى فكرة أن ربنا متربص بيهم وإزاي ممكن يوصل بيهم الحال أن الناس تفسد حياتهم أنا سعيد جدا بوجود حضرتك وبرضو حضرتك كده في راحة وانا سعيد جدا أننا حضرتك معنا يا ربي سعيدة كثير خلينا نبدأ مع حضرتك الحديث ده لما كنتم تتناول الدور ده هل كان لي أثر واضح في هذا الدور؟ أتصور أن شخصية زي شخصية عمر فاع سرور ومكانه في هيكلة التنظيم اللي كان فيه كان الشيء الأساسي في دوره وهو بيتعامل مع صغار الشباب اللي بيستقتلهم للتنظيم أنه هو يدخل في المنطقة دي اللي ما بين حديث الشاب حديث السن ده ونفسه واللي هيقوله أو هيعمله فما يخلوش يجاوب هو وينمي حديث النفس مش يسيبه هو يحاول يشوف الرحمة بالضبط كده بالعكس هو يشعره دايما أنه في احتياج أنه يكون مع المجموعة دي هو محتاج دايما كلمة شخص زي عمر فاع سرور عشان يعني يهدي باله في تصوره ويكبر الأنا اللي هو ويقوله اكسب بقى اكسب مكانك عند ربنا تسعي الفجر اللي بتسعي دي طبعا بالضبط يلا بقى أشد حينك عشان أنت بطل وهتدخل على الله وعشان الحياة اللي جواك دي تسكت لازم تبقى مع الناس وإلا أنت لأنه كده هو بيدعم أنه هو بيتحاسب على اللي جواه ده بيتحاسب على كل واجسه وبيتحاسب على كل واساسه وهو في الحقيقة بيدعم الوسواس ده مش هو بيقوله ما تلتفتش إليه وخليك كيامة وخليك راجل لكن هو بيعمل إيه بيدعم الوسواس ده وعشان الوسواس ده يروح لازم تبقى في وسط الناس أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال هو الشخصيات اللي هي بتخلي الوسواس ده ليه قيمة كأنه قيمة الواقع ممكن يعمله وقيف نفسه يعني الوسواس اللي جواه ده والهاجس اللي جواه ده لو هو قدره كأنه هو واقع ممكن يعمل إيه في حياته يهلك يستهلك تحت وطقة ظلام الحديث اللي ما بيخرجش منه فعل وهو بيتصور أنه طول ما هو تحت مظلته هو في الظلام هو ملوش خروج هو ملوش نجاة هو ده سجنه بالضبط أنا أرجع لحضرك لأن حضرك بتحب الحاجات المركبة دي فأرجع لك تاني أكلم حضرك عن الأمر ده أنت حضرك دايما أستاذة خديجة بتتعامل مع معافئة من الناس يكاد يكون السمود النفسي عندهم في أدنى درباته إزاي ممكن فهمنا لهذا الحديث يساعدنا في التعامل مع هؤلاء الناس اللي هما محتاجين دعم كبير أنا جاي في بالي فكرة الفرصة التانية الصراحة يعني لما الناس سابت بلدها وهربت وبالنسبة لها فكرة وجود أمل دي تكاد تكون منعدم عشان كده بيسيبوا كل حياتهم وكل بلدهم وييجوا في بلد تانية فكرة أنه بيكون في يعني حيات وفرصة تانية ففيه تجاوز فيه تجاوز عنده وخلاص نبتدي حياة جديدة ونبدأ ناخد خطوات في أن احنا نشوف مستقبل أفضل ويخلينا نعيش وده اللي حصل مع أخواننا اللي يعيشوا في وسطنا أهلنا وناسنا اللي احنا رفضنا أن يكون عندهم المصطلح دوات الناس اللي يكونوا عاشوا في مصر هنا ورفضنا هذا المصطلح بمهموا لأنه كأن احنا بنقول لهم تجاوزوا عن كل الهواجس وكل المخاوف اللي حصلة في نفسكم دي طيب الفرصة التانية دي قد إيه ممكن تصنع لدى الإنسان صمود نفسي الفرصة التانية دي ممكن تخليه يحاول يتعلم من اللي فات لما هيتعلم من اللي فات ده هيتديله ثقة في أن أنا عديت بحاجة قديمة ممكن عدي باللي جاي قدام فممكن ده يديله ثقة في نفسه صمود نفسي يخليه يكمل أو يزقه لقدام يخلي عنده ثقة شوية يعني قصد حضرك أن الفرصة التانية بتلمي شتات الباقي من ثقته بنفسه آه الناس بتكون عندها ترومات كتير قوي وحاجات صعبة كتير هي عدت بيها ممكن للفرصة التانية دي تخليها تكمل تعود مثلا الحاجات اللي ما عرفتش تعملها تحاول تنشر وعي عند الناس اللي حواليها اللي بيمروا بنفس الظروف دي وبفكر دايما إن فكرة إن الصمود النفسي دي تخليها يستطيع أن هو يتجاوز فكرة الاختراب وفكرة لأن الاختراب دي بتبقى مسألة بتبقى صعبة جدا دي بتبقى صعبة وبتبقى صعبة بالنسبة لي أنا شخصيا لأن أنا برضو بشتغل ببقى أنا نفسي مختربة في بلد تانية أنا نفسي ببقى غريبة جدا عن كل الجنسية الجنسية يعني بتاعت البلد أو بتعامل مع جنسيات تانية كتير كتير بيبقى عندي فكرة الاختراب دي بس لا بيخليك ممكن تعملي شيء من التقمس وشيء من التعاطف الكبير معهم يعني بيبقى عندك إحساس بهذا الشعور باللي هم بيعيشوا بالضبط ببقى أنا كمان عايشة بس الفرق أن أنت شعورك شعور شعور واحد جاي بيقدر سهلة فبيبقى شعور إيجابي فممكن نتعامل معنا بالضبط وبيكون شعور بأن أنا مختارة ده مش أنا هربت أو أنا أكبرت إن أنا محتاجة أسيب بلدي واروح ألجأ في بلد تانية مهمة أول إن إحنا نقول كده للناس إن إحنا وإحنا بنشتغل في مسألة تجاوز إن إحنا نتجاوز ما حدثت به نفسنا ده إحنا مش بنهرب ده هو في الحقيقة ده هو ما يستحقش غير إحنا نتجاوزه يعني كل اللي حصل من الاضطرابات أو أي أوجاع هو مش موجود عشان نفضل معاه مش موجود عشان نسكنه ونعايشه ونتوغل فيه فيغرقنا ويسودنا زي ما حدثت تفضلت لأحنا عايزين نتجاوزه لإني سواء عشان فيه فرصة تانية أو سواء عشان ما نبقاش محبوسين في السجن ده نرجع لحضرتك أستاذ أحمد أستاذ أحمد إحنا دلوقتي أنت أستاذك بتعامل مع أشياء مركبة قد إيه بتجد فكرة عدم تجاوز حديث النفس بيبان أوف الأحيات المركبة ديته وإزاي بممكن توصل الإنسان لعدم اتزان نفسي سؤال مركب بالضبط صحية بالضبط ما سواء الناس الناس دلوقتي محتاجين يتجاوبي على السؤال ده عارفت لأحضرتك لأن إحنا عندنا لو سألتني إيه أكتر حاجة خلينا أقولها كده بصراحة إيه أكتر حاجة عملتها التجارات متطرفة وأزد بيها الناس هي أن هي دعمت حديث النفس لما هو بيجي يقول له على فكرة ما تصدقش أن أنت مؤمن قوي يعني لا أنت مش كده يعني هو الكلام ده تكلام النفس الأمر بالسوء من جوه هو أصلا محور الإيمان ومحور العقيدة مش أنا ده الله لو محور العقيدة هو أنا فيبأ كلامي أنا عن نفسي صحيح يعني فهو بيدعم في الحقيقة الأمر ده فلذلك عياتي زمان ونرصد قد إيه الاتراب النفسي حصل لأنه هو بيقول له إيه بيقول له من غير ما يكون بيقول له كده صراحة إنه مش هيجي يخلف حديث رسول الله صراحة كده لكنه هو بيقول له إيه على فكرة الإيمان اللي هو التصديق ده هو تصدق أن أنت مؤمن أنت بحدك إيه عمل تثبت بإيمانك لأنه مع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه دعوا فإنه ما زال يحب الله ورسوله قد إيه بقى ده دعم هذا الأمر ممكن يفقد الناس اتزانه أنا كنت بحاول لمحاك سأعتين السؤال أربط بين ده وبين مفهوم حضرتك كنت علمت أنت عارف أنه أنت بالنسبة لك درح وليل أنك قالو قالو وإيه اللي حصل وإيه اللي حصل وقايف الحاجات دي بدينه ومعرفش إيه وكده وليه وكده وليه لحظوا أنه في حالة من حالات الفهم لهذه التركيبة بشدة فعشان كده بسألك السؤال ده اللي هو فيه شيء من التركيب أنا حاولت أربط ده بفكرة كنت حضرتك قلتها قبل كده أنه أي خلل نفسي لازم يكون سابقه خلل في منطق الشخص اللي أدى به أنه يبقى عنده خلل في المسألة دي زي في الاكتئاب لو هو مفهمش أنه أنه الحال اللي هو بيمر به سواء إذا كان من سعادة أو حزن هو حادث ولابد هينتهي زي ما انتهى وبالتالي هيبقى ما عنده شكل كما تفنى المسارة هكذا تفنى الهموم زي ما بتفنى المسارة بتفنى الهموم يعني دي حالة وقت انتهي ولذلك حاولت أن أنا أجيب على سؤال حضرتك من الباب ده اللي هو طب يا ترى الاستغراق في مسألة حديث النفسي دي وأن الواحد يظل مسجون جواها إيه خلل المنطق اللي بيقديله بما أنه خلل نفسي أيو إيه بقى أنا بسأل السؤال بس مش هو الخلل دوت واضح جدا أن الخلل النفس اللي بيحصل له هو أنه هو بيبقى بيصدق نفسه لدرجة أن حديث النفس اللي جواها هو مصدق فمضطر كل شوية يعمل إثباتات على إيمانه مش نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى بمده لأ وطول الوقت هو محتاج أنه هو لأنه بيكذب إيمانه طول الوقت ما هو قاعد يكذب إيمان الناس طول الوقت فهو بيكذب إيمانه هو كمان فهو محتاج أنه يعمل أعمال هو يشايفها أعمال ضخمة عشان تثبط له إيمان لدرجة أنه ممكن يموت نفسه عشان يشتري الجنة هو محتاج ده لنفسه أكتر ما هو محتاجه للآخرين ومحتاجه ده لنفسه أكتر ما محتاجه في علاقته بربنا فهو عشان كده يكاد يكون دوة داخل أفرائي تمنيت تخذ إله وهواء هو بيعمل كلام ده النفسه بيعمل كلام ده الرصيده ليش ربنا سبحانه وتعالى خليني بقى أرجع لسؤال تاني وابني على ده طب إذا كان الأمر كذلك إزاي الشخص ده بقى تعالوا نعمل حاجة نقترح اقتراحات للشخص ده إزاي استثمر هذا الحديث في الخروج من أزمته وأزمة حبس النفس اللي انت حضاك بتكرس فيها طول الوقت أنه محبوس في نفسه وإزاي جد دنياته بتبقى دياء إيه أكتر حاجة ممكن تقترحها تبقى مناسبة جدا يعني أنت كنت دايما وانت بتشتغل في الشخصية دي بتقول لو عمل كده كانت المسألة تفكت إيه بقى يمكن لو لو سدوا دانوا شويعا أو تجاهل حديث نفسه وأصغى أكتر لحديث مولاه الله ووعدوا بالحديث فيه وعدوا وكأن مفيش حساب يعني وكأن وكأن هو تتعامل معي على أن أنا وقف لك على الوحدة بالضبط أنا مش متربص بك يعني وكأن هو يسمع خطاب ربنا أنا لست متربصا بك أنا مددك أنا سعدك أنا سندك فيسمع كلام ربنا طب يسمع كلام ربنا ازاي يعني يسمع كلام ربنا ازاي سواء لو أطلق نظره في كتاب الله المصطور أو المنظور أو المقدور سواء لو كان في أي مكان وشاف ازاي ربنا رتب كل المسائل حواليه وكل الحاجات التفاصيل اللي بتزود حياته ويومه جمال ولطفه وعناية بخلاف طبعا أنه يعني يسمع من مولاه من رسالته أو أنه في معيته أو في خلوته أقصد حتى لو في كل تفاصيل عنايته ورعيته ولطفه اللي هي بادية في الحديث ده نفسه الحديث نفسه بيقول يعني تجاوز ولو عملت ده أضعاف مضاعفة صحيح إذن المسألة مش يعني يعني وكأن المعنى اللي حدك بتقول عبدي دبرت لك أمرك قبل وجودك فكيف قد وجدت وأنزلت عليك نعمتي فكيف لا ترى حبي كأن هذه المسألة شيء مهم جدا في تعاملنا مع نفسنا وكأن حدك بتقول كل ما تمشي في مكان كل ما تشوف تدبير الله سبحانه وتعالى كل ما تشوف في تعاقب الليل والنهار اعرف أن الغفار يدبر لك أمرك وأنت في غفلة عن عن النظر في أحوالك هذا كلام في غاية الأهمية للناس إزاي بقى ممكن نقول حاجة للناس اللي هما بيتعرضوا لأحوال شديدة نستطيع أن احنا نرى فيه هذا النور الذي فيها حديث رسول الله لما سمعت حضراتكو دلوقتي بتتكلموا جاي في بالي الدرس اللي هو غير حياتي الدرس اللي أنا تعلمته من حضرتك وفعلا غير حياتي هي التسليم لله وأنا لما فكرة التسليم اللي احنا بنتكلم فيها تعتبر دلوقتي خلتني أخرج من فكرة أن أنا عايزة حاجة معينة مهمة جدا حضريك لفت نظري إليها وهي مسألة مهمة جدا إن هو إزاي ده يكون مرتبط بالحديث لأن الناس ممكن يكون محتاجة أننا نقرب لها ده إن التسليم في الحقيقة مبني على فكرة إن الله سبحانه وتعالى هو حبيبي فليما لا أسلم لحبيبي هو أأمن علي من نفسي ولذلك حضرت النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم ليه طيب لأن الله تجاوز عن أمتي يعني إذا كانوا هم المفروض يحاسبوا على عمله ده طيب ربنا إيه حصل تودد إليك في الأزل وهو على ودي لم يزل سبحانه وتعالى خليني أختم حضرتكم بحاجة وكأنها حكمة وكأنها شيء يتعلق بهذا الحديث ممكن تقولوا من خلال خبرتكم في مجال عملكم فيما يتعلق بهذا الحديث نعم أنا بس عايزي الأول أضم صوتي لسؤولة حديثة لأنه برضو المسألة دي كانت نقطة فارقة في ممارستي لحرفتي أنا بمجرد ما تعلمت أو أدركت أنه أنا برا الموضوع بدأت راحتي يعني أنا ابتديت أرتاح وأنا بمارس حرفتي وأنا أضم صوت لصوتكم لما عرفت أن أنا أن أنا مش لشان اللي بقى من إجازة يعني أنا عارف اللي حداك بتقولوا دات لأن أنا عشت يعني أنا يعني أننا نوصل كلامنا للناس يعني يفضل الناس بقى يعودوا يعملوا تمارين ويعملوا بيعرفش إيه لما أنت تقرن أن كلامك هيوصل للناس بلا حولة ولا قوة إلا بالله بيوصل الكلام للناس لما تقرن أنها هيوصل بحولك وقوتك الناس بتحس إن في حاجة زي ما تقولوا كده بالتعبير بالتعبير للدارج في حاجة فيك حاجة مش حقيقة فلكن لما تسيب والمسألة وتسلم مع أن أنت خدت الأسباب وعملت بالأسباب ما تقعدش تحرر نفسك بقى وزيك لازم تعمل ده فيبقى حضرتك بتقول أني لما بتيقس من أنك أنت ليك حوله قوة وأن المشأة بتمشي بحول الله وقوته بتجد ما تريد بتجد أكتر أكتر من نتائج الإيمان أكتر قوي من المجهود اللي دخلت لي أنت بتجد ما يريدها أرادها بالله صحيح السيدة خديجة سيدة خديجة أه لا بس يعني هي فعلا فكرة الصمود النفسي دي أنا بحس أنه فيه وراي ضهر يعني فيه وراي سند وحماية وضهر أنا مش مستنية أي حد أنه هو يقفلي أو لما مثلا في فكرة الاختراب والوحدة كتير بيحصل اهتزاز جامد للإنسان في الوحدة والغربة والامتحانات اللي بتيجي في البلاد وإنت لوحدك وبيكون سهل أنك تعمل حاجات كتير قوي أكتر من لما تبقى هنا واستناسك وصحابك ففكرة الاستسلام بتعمل لي صمود نفسي وبتعمل لي إحساس أن معي ظهر وأن أنا مش لوحدي وأن معي سند وأن أنا مش محتاجة أي حد يدعمني أو ممكن أحتاج مثلا دعم أكيد من ناس وكل حاجة بس بيكون فكرة نابع من ضعف نابع من قوة وده بيفرق جدا أنا مش عارفة أشكركم إزاي والله يعني أنا مستمتع جدا 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 بالسيد أحمد الرفع وجماله ومنطقه مستمتع جدا جدا بالسيدة خديجة وخدمتها وحرصها على الإنسانية والعمل الخدمي للبشر وإزاي ترجع البسمة ليهم إحنا في الحقيقة خلينا نقول حاجة مهمة أو قوي إن إحنا لما بنسمع حديث رسول الله ويكلمنا عن تجاوز الله سبحانه وتعالى عما حدثت بي أنفسنا إحنا بنستحضر حاجة مهمة أو أن من علامة صدق الحب هو أن توحد الله سبحانه وتعالى في حبك له وأن توحد الله في حبه لك طب وحد الله في حبه له في حبه لي لماذا؟ لأنه تودد إلي في الأزل وهو على وده لم يزل يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي أعننا يا رب على أن نرى في كل أقدارك وكل ما دار في أنفسنا أن نرى فيه نورا ونرى فيه فتحا ونرى فيه مددا ونرى فيه وصلا اللهم يجعلنا من أهل الوصل وأهل المددي وأهل النور وأهل الإقبال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالنور المبين يا أرحم الراحمين يا ودود يا كريم يا رب العالمين اشتركوا في القناة لعيش